واحدة من أهم جلسات الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هي للمصادقة على رجل الأعمال والمدير السابق لشركة اكسون موبيل ريكس تالرسون لحقيبة الخارجية تالرسون وضع ملامح السياسة الخارجية لإدارة ترامب سياسة تحتل فيها إيران وكوريا الشمالية أولوية لما تمثلانه من تهديد خطير الإدارة الجديدة ترى التطرف الإسلامي تمثيلاً غير شرعي للإسلام كدين سماوي وهي تعطي الأولوية للقضاء على داعش في المرحلة الأولى إن القضاء على داعش سيسمح لنا بالتركيز على وكلاء الإسلام الريديكالي مثل القاعدة والإخوان المسلمين وعناصر متطرفة في إيران ومحاربتهم لن تكون على أرض المعركة فقط بل محاربة الأديولوجية ونحن مستعدون للعمل مع المسلمين عبر العالم الذين يرفضون التطرف ودعا تيلرسون إلى حوار صريح مع روسيا رغم قلقه من سياستها في أوكرانيا وسوريا واعترافه بأن الرئيس بوتين فاشل في حماية حقوق الإنسان متحدثاً عن قواسم مشتركة في تقليل خطر الإرهاب بينما تحاول روسيا الحصول على موقع لها في الساحة العالمية فإن نشاطاتها الأخيرة تتعارض مع المصالح الأمريكية المشرعون انقسموا حزبياً حيث أغدق الجمهوريون المديح على اختياره وخبرته الطويلة في إدارة الأعمال بينما أثار الديمقراطيون الشكوكة حول علاقته مع روسيا وقدرته على مواجهة التحديات العالم وصراعاته إن حقيقة أنك كنت تدير شركة عالمية بـ 70 ألف موظف عبر العالم على مدى 41 عاماً وتعرف قادة العالم شخصياً هذا يعني أنك في موقع لتقدم أفضل نصيحة واستشارة للرئيس الجديد وتمحورت معظم المسائل حول دور روسيا في الانتخابات الأمريكية وقتل المدنيين في سوريا خصوصاً من السناتر والمراشح الرئاسي السابق ماركو روبيو الذي طالبه بوصف بوتين المجرم حرب بسبب استهداف المستشفيات والمدارس في حلب وتأتي شهادة تيلرسون في الكونغرس في وقت يثير فيه الإعلام الأمريكي معلومات استخبارية غير مؤكدة عن علاقة ترامب روسيا وبأنها تملك معلومات خاصة ومحرجة عنه نادية بي بي سي العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر